دخو مسية بلجيكا التي أسقطت نصور قرطاش في الملعب الروسية الكتيبة التونسية في مشهدها الختمي تحدوها رغبة كبيرة في إنهاء المونديال بانتصار يحفظ ماء وجه الكرة التونسية أمام باناما انتصار غدوى يغير شوية الأمور يحسن شوية الأمور يحسن خاصة جوستخي كونتوانا بالملاعبية خاطر يزون بزوان دو ساعة في حاجة للانتصار لترميم معنوياتهم لأنه عملوا موسم استثنائي بالنسبة لينا تأهل كأس العالم فازوا على منتخب مصري جاي من وصيف بطل إفريقيا المنتخب التونسي في الترتيب القبل الماضي كتورزيام مونديال هذا شيء استثنائي بالنسبة لكورد القدم التونسية أبناء نبي المعلول على الرغم من تقديمهم مباراة قوية أمام إنجلترا في أولى المواجهات إلا أنهم انهاروا أمام خصم بلجيكي وتجرعوا مرارة الإقصاء ليتأجل بذلك حلم التونسيين في تجاوز دور المجموعة إذ لم يحققوا في مشاركاتهم الخمسة وانتصار واحد في العام 78 ضد المكسيك وصراحة بسerel منتخب الوطني التونسي المباريات الودية والواجه الكبير يبين بير منتخب الوطني التونسي في المباريات الودية غلت الناس الك刻 في تونس الشعب التونسي حتى المسؤولين يمكن حتى الإطار الفني منتخب الوطني التونسي وقت الشيء في الواجهة هذك طمع حب يمشي لبعيد في كأس العالم لكن استضامنا بواقع آخر في المباريات الر Самية في كأس العالم الجمهور التونسي يمني النفس في رؤية منتخب بلاده يعزف على نغمة الانتصار على الرغم أن تشكيلة نصور خرطاج تعرف العديد من الإصابات ولحساب ذات المجموعة وفي صراع على الصدارة تلتقي بلجيكا في قمة نارية إنجلترا مباريات تنترق على الساعة السابعة مساء بالمقابل تعقيد القرى الإفريقية آخر آمالية على المنتخب السنغالي بعد إقصاء كافة ممتلية القرى السمراء منذ الدور الأول أصود التيرانغا في محق مصيري أمام كولومبيا بقيادة النجم الأول ساديو ماني وعينهم على اقتناص نقطة واحدة فقط للعبور إلى دورة تومن للمرة الثانية في تاني مشاركاتهم في المونديال مهمة لن تكون بالهينة أمام رفاق خميس رودريغيز الذين فجروا مؤهلاتهم في آخر جولة ضد بولندا وفي المباراة الثانية اليابان تلقي بولندا مواجهات تنترق على الساعة الثالثة بعد الزوال فهل ترفع السنغال ليترى راية القرى السمراء؟ بعد خروج إذن كل المنتخبات الإفريقية منذ الدور الأول من مونديال روسيا الأمال كل الأمال تعقد على منتخب السنغال لتفادي وتجنب كارتة كوروية قارية بإقصاء خمس ممتدي الكاف في المونديال من موسكو جلال بوزرارة ساعة المونديال مديانتي ترجمة نانسي قنقر